طب أنا يمكن بفكر معاك بصوت عالي أنا مرة زمان ويمكن مش كل الناس تتذكر ده شفت كان مسلسل قصير جداً أظن كان أربح حلقات حاجة كده وكان بطولة أحمد العودي وأحمد العودي كان طالع فيه بشخصية ما هواش فورمة ما هواش فتوة ما هواش أكشن شخصية هادية جداً طيب جداً مصدوم وبيجيله القلب لما بتصدم عاطفية اللي هي شخصية ما تنفعش تبقى أحمد العودي اللي احنا عارفينه دلوقتي وده بخير يفكر معاك بصوت عالي هل ما قانش القوان إن إحنا نكتب ونصغر عودي بشكل مختلف بقى عن إن وزي ما أنت قلت نجمة أكشن هيحصل بإذن الله أحمد نويني إن شاء الله إن يبقى في حاجات جاية بإذن الله تبقى فيها اختلاف كبير ولكن أحمد بيصنع تاريخ أحمد فيه وي وهو عارف ومركز كويس قوي هو عايز يعمل إيه الفترات الجاية ومركز بنفكر ونقعد ندعبس ونشوف وإيه نعمل إيه الأيام الجاية نفكر في إيه أنا عايز أقول إن أحمد في حاجات الناس ما تعرفاش عنه أحمد أصلا ممثل مسرح يعني أنا وأحمد صحاب من أيام المسرح من 2002 تقريبا كنت في تجارة خارجية صحاب؟ أحمد كان تجارة أنا كنت معت فنوم مسرحية أوكي قسم تمثيل وإخراج وأحمد كان بيمثل في المسرح وإحنا كنا صحاب حلو وبنروح بنسعى مع بعض ونروح شركات الإنتاج وبهدلة وأحمد الوحيد المشوار من أوله أه المشوار من أوله وده شيء مشرف أه وأحمد كان جايب عربية تمام وكانت لسه الحياة ما فهاش فلوس بس هو أحمد يعني اتصرف كده لحد ما جاب عربية فهو أحمد مش معه غير العربية دي بس فهياخد صحابنا أو إحنا ونلف نروح شركات الإنتاج ونشوفه بيسعى جدا وكانت فيه فترة مرمطة كبيرة جدا طبيعي أه اللي هو الطريق الطبيعي لا طبيعي جدا أحمد ما كانش مركز على فكرة الأكشن هو مركز أنه عايز يمسح وكان ممثل فيه المسرح جيد جدا 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 وبيمثل بيشخص في مسرح العالمي وروايات كتيرة جدا كانت بتتعمل الناس ما تعرفش ده الناس ما تعرفش الجانب ده الناس بتعرف الجانب بتاع أحمد العودي النجم اللي موجود دلوقتي ولكن ده جانب آخر عند أحمد هيجي وقت إن أحمد يشخص فيه ويعمل بقى الحاجات هيجي وقت هو أصله من الوقت للتاني كده بيروح رامي حاجة يعني أنا مرة شفته مع صديقتنا وزميلتنا مونة الشازلي هو بيتكلم بيقول مقطع من عبد الرحمن الشرقاوي عبد الرحسين الشهيد فلا مش أي حد هيبقى حافظ ده يعني ومش أي حد يعرف قدنا مش هيستدعيف لحظاتها على طول يعني إلا لو كان فاهم هو بيقول إيه وأن الحاجة دي محفورة أصلا في ذهنه وأنه أكيد مسلها مرة أو اتنين أو تلاتة فأنا دايما بقعد أقول إيه طب أحمد كفاية أكشن يعني خش في الحاجات اللي أنا في ظمني إلاك هتعملها وبشطارة بس خلينا أقول حاجة إحنا في حق عرب الحقيقة ما كناش طول الوقت مركزين على الأكشن آه فيه سينز أكشنز كتير ولكن عندنا مشاهد تمثيل إحنا مقدمين جرعة عالية جدا 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 إحنا كل حلقة فيها اتنين ماستر سين مثلا مفيش حلقة بتخلص غير لما يبقى عندي ماستر سين أو اتنين ماستر سين أحمد طلع بيمثل بشكل مبهر جدا وقدام حجم مهول زي أستاذ رياض الخولي على سبيل المثال مهول أستاذ رياض ده مهول كن لسه أنه وإنت بنتكلم مش ممكن فيه مشاهد ما بينهم هو أستاذ رياض الخولي وأستاذ وفاء عامر مثلا أستاذ رياض وأستاذ وفاء ممثلين مهمين جدا 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 وبيدوا تقل للمشاهد بشكل غير عادي أنا بحييهم من خلال برنامج الحقيقة شخصيتهم زي ما تكتبت زي ما عملوها ممثلة لللي تكتب بكل التفاصيل بصراحة ممثلين مبهرين وباقي الممثلين برضو يعني سواء دينا فؤاد في شخصية حنان الغربوي جميلة كارولينا عازمي بشوشة وحلوة في شخصية أنغام أحمد عبدالله محمود محمد أحمد مهر أستاذ سلوى عثمان في شخصية الأم عقرية اللي تبدل عقرية أه فلا مع أنا مجموعة ممثلين الحقيقة كلهم مركزين وانا بوجهرهم تحدي انت